اشتركوا في القناة مع درس جديد بعنوان المعادلات التفاضلية تعريف الأول المعادلات التفاضلية هي معادلات تحتوي على دالة مجهولة وبعض مشتقاتها نستخدم عادة y بدلا من f of x أي أننا سوف نستخدم y لتعبير عن منحنة دالة بدلا من f of x y' زائد 2y يساوي 3 y' زائد 3 يساوي y y' الكل تربيع ناقص 2x يساوي 6 y' يساوي y' الكل تكعيب زائد eos x هذه أمثلة لمعادلات تفاضلية أما y-2x تساوي 5 هذه ليست معادلة تفاضلية التعريف الثاني رتبة المعادلة التفاضلية هي أعلى رتبة لمشتقة الدالة موجودة في هذه المعادلة أي أن رتبة المعادلة التفاضلية هي أعلى رتبة للمشتقة موجودة في هذه المعادلة بينما درجة المعادلة التفاضلية هي أكبر أس لأعلى المشتقات رتبة بمعنى المعادلة التفاضلية التي أمامك وي داش يساوي خمسة واي هي من الردبة الأولى والدرجة الأولى المعادلة التفاضلية وي داش تربيع يساوي أربع اكس تقسيم واي هي من الردبة الأولى نعم والدرجة الثانية المعادلة التفاضلية وي دابل داش يساوي خمسة واي داش زائد اكس واي هي من الردبة الثانية بينما من الدرجة الأولى والمعادلة التفاضلية وي دابل داش الكل تربيع يساوي واحد زائد واي داش الكل تكعيب نعم هي من الردبة الثانية والدرجة الثانية المعادلة y triple dash يساوي y dash لكل تربيع زائد x تكعيب هي من الردبة الثالثة ولكن من الدراجة الأولى المثال الأول حل المعادلة y double dash يساوي سالب ثلاثة x تربيع زائد 6x y double dash يساوي سالب ثلاثة x تربيع زائد 6x نكامل أولا لنحصل على ال y dash بمعنى أننا سوف نكامل سالب ثلاثة x تربيع زائد 6x dx نعم سوف نزيد الأس واحد ونقسم على الأس اليديد يعني سالب ثلاثة x تكعيب على ثلاثة زائد 6x تربيع على اثنين زائد c1 وبالاختصار نحصل على y dash يساوي سالب x تكعيب زائد 3x تربيع زائد c1 ثم بعد ذلك نكامل مرة أخرى للحصول على ال y أي أننا نكامل سالب x تكعيب زائد 3x تربيع زائد c1 dx لنحصل على ال y وهو سالب ربع x أس أربعة زائد x تكعيب زائد c1 x زائد c2 دعنا نرى المثال الثاني أوجد حلا للمعادلة y dash يساوي سالب اثنين y إذا كانت ال y تساوي ثلاثة عند ال x تساوي صفر y dash هذه على الصورة y dash يساوي a y حلها هو y تساوي k ضرب e أس اي اكس لحساب ال a هنا ال a واضح أنها تساوي سالب اثنين ولحساب ال k ال y تساوي k e أس اي اكس بمعنى أن نعوض عن ال y بثلاثة وال x تساوي صفر يعني ثلاثة تساوي k ضرب e أس سالب اثنين ضرب صفر سوف نحصل على ال k تساوي ثلاثة ثم نكتب الحل وهو y تساوي k ضرب e أس اي اكس أي أن نعوض عن قيمة ال k ونعوض عن قيمة ال a يعني y تساوي الك هنا بثلاثة بينما ال a بسالب اثنين يعني y تساوي ثلاثة ضرب e أس سالب اثنين اكس المثال الثالث أوجد حلاً للمعادلة اثنين y داش زائد ال y يساوي واحد إذا كانت ال y تساوي اثنين عندما ال x تساوي سالب واحد هذه على الصورة y داش تساوي a y زائد ال b وبالتالي سوف يكون حلها هو y تساوي k اي اوس اي اكس ناقص b على a لحساب ال b على a أولاً نوجد ال y داش بمفردها في طرف يعني اثنين y داش بيساوي السالب واي زائد ال واحد ثم نقسم على اثنين يعني ال y داش يساوي السالب نص واي زائد نص ال a هنا واضح أنها تساوي سالب نص بينما ال b تساوي موجب نص إذن بقسمة ال b على ال a تساوي سالب واحد ولحساب قيمة الكي نضع حل المعادلة وهو y تساوي k ضرب ال e اوس اي اكس ناقص ال b على ال a نعوض عن ال y بموجب اثنين بينما ال x بسالب واحد نحصل على اثنين ناقص واحد يساوي k ضرب ال e اوس نص أي أن اثنين ناقص واحد يساوي 1 يساوي k ضرب ال e اوس نص أي أن الكي تساوي واحد تقسيم e اوس نص بمعنى ضرب e اوس سالب نص إذن قيمة الكي هي e اوس سالب نص ثم نكتب الحل وهو y تساوي k ضرب ال e اوس اي اكس ناقص ال b على ال a ونعوض عن قيمة الكي التي حصلنا عليها وقيمة ال b على ال a نحصل على y تساوي e اوس سالب نص اكس ناقص نص زائد واحد المثال الرابع حل المعادلة التفاضلية dy على dx تساوي 2y على x للتذكير أننا عندما نكامل a على bx زائد c dx يساوي a على b للمطلق المقام للمطلق المقام bx زائد c فهنا dy على dx يساوي 2y على ال x نعمل عملية فصل متغيرات بمعنى أن نضع dy تحتها y و2dx تحتها x ثم نكامل الطرفين فتكامل dy على y وتكامل 2 على x dx في الطرف الايسر هو قيمته للمطلق ال y والطرف الايمن 2 للمطلق ال x زائد c وللحصول على قيمة ال y فإن مطلق ال y يساوي e اوس 2 للمطلق ال x زائد c أي أن ال y بمفردها بدون مطلق تساوي موجب أو سالب e اوس 2 للمطلق ال x زائد c ثم نضع الصورة y تساوي موجب أو سالب e اوس c ضرب e اوس 2 للمطلق ال x لأنه عند ضرب الأساسات المتشابهة فإننا نجمع الأسس فالناتج سوف يكون e y تساوي موجب أو سالب اللي هو قيمة ال k e اوس لن x تربيع بمعنى e اوس لن تساوي واحد يعني e y تساوي k ضرب ال x تربيع الى هنا نصل الى نهاية حصتنا على أمل ان نلقاكم في حصة قادمة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة